بعد تراجع عسكرياً عاشته قوات الجيش والمقاومة أدى إلى سيطرة ميليشي الحوثي على مناطق شاسعة بالظالع تعود المواجهات لتغير من الواقع الميداني وترسم شكلاً جديداً هذه المرة المعارك التي وصلت إلى مديرية قعطبة أكبر مديريات محافظة الظالع تغير مشهدها وواقعها تدريجياً حيث أعلنت قوات الجيش شنها هجوماً على مواقع الحوثيين في منطقتين حمرات وتبت الوعل في المديرية هذا على المستوى العملياتي أما على مستوى التحضير للمعارك فقد وصلت تعزيزات إلى شمال المحافظة وأوضحت مصادر محلية أن هذه التعزيزات ستدخل خط المواجهات في جبهتي مريس وغرب قعطبة وذلك لاستعادة مواقع سيطرت عليها الميليشيا خلال الأسابيع الماضية المركز الإعلامي لقوات العمالقة التابعة للجيش قال إن التعزيزات خاضت بعد وصولها إلى مديرية الأزارق معارك عنفة مع الحوثيين مضيفا أن القوات تمكنت خلال المعارك من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة تحتلها محافظة الظالع ومناطقها من ناحية ترك النقل الرئيسية التي تربط مدينة عدن بالعاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومن ناحية الجغرافية الممتدة والمؤثرة على خارطة الحرب اشتركوا في القناة